لو تتذكرون بعد مباراة الاهلي والزمالك من نفس المكان بعد المباراة عطول بعدها بساعتين بالضبط لم أتحدث معكم عن أخطاء فنية ولا أخطاء على مستوى اللعبين ولا أخطاء فردية ولا أي شيء طولكم الاهلي لازم يكون فيه مدير كورة ما بعد سيد عبد الحفيز وما بعد خالد بيبو لابد أن يكون للاهلي مدير كورة ومدير كورة دي عشان الناس بتتعامل معها أنها دقة قديمة ما يعمل فيش مدير كورة في حاجة اسمها مدير رياض لقتي في العالم العالم كله ما فيش مدير كورة معاك تمام بس طبيعة الاهلي وشخصية النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي المنصب ده ما ينفعش يبقى شغر لأن دائماً وأبداً كان منصب مدير الكورة في النادي الاهلي منصب زوء حيسية يعني مسؤول حقيقي في كثير من الاندية منصب مدير الكورة ده بيبقى منصب شرفي جداً أحياناً بيبقى لها علاقة بحاجات إدارية جداً يعني هنسافر إمتى هنركب طائرة خاصة ولا لأ حجز القتلات في السفريات الخارجية لكن في الاهلي منصب مدير الكورة ده ما يقلش عن منصب مدير فني منصب مهم جداً وأسماع عظيمة وتاريخية عدت على المنصب ده مع حفظ الألقاب لكل الأساطير والأسماع الكبيرة دي يعني صالح سليم وحسن حمدي وطريق سليم وثابت البطل ومحمد رمضان وكل الأسماع بقى لنت تخيله وسلم وحفيز في الآخر وخليب بيبه كل الأسماع اللي انت ممكن تتخيلها في الآخر الكبيرة ومهمة تواجده في المنصب ده حسن بدري مسك المنصب ده قبل كده قايم بعمل مدير الكورة هادي خشبة كان مدير كورة أنا بس بفتكي الأسماع اللي عدت على النادي الأهلك كان مدير كورة مهم منصب مهم ليه منصب مهم يفرد للنباط ده واحد على الفريق ده شيء مهم جدا مش حاجة فرعية يعني ولا حاجة عادية هتقول لي ما المدير فني يعمل كده مدير فني له انشغالات كثيرة أخرى لكن مدير الكورة يبقى متخصص في أمور زي دي مدير كورة يقعد مع اللاعبين يعاقب اللاعبين يعني يدي مكافآت للاعبين يتفاوض مع لعبين يقول للإدارة ان اللاعبة دي لازم تمشي لأنها واحد اتنين تلاتة اربعة يقول اللاعبة بلاش تبقى موجود على السوشال ميديا كتير يقول اللاعبة ما تبقاش موجود في حفلات وأفراح وقصص وحاجات كده وافتتاح مطاعم وافتتاح قفايات وحاجات من النوع ده اتكلم مع اللاعبة